نائب أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد انطلاق قافلة الخير والتي تنفذها فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة حائل والتي تهدف إلى تقديم المساعدة إلى المستفيدين من الضمان والخدمات الاجتماعية الأخرى في أماكن سكنهم في محافظات المنطقة مزيد من التفاصيل في تقرير عبدالعزيز العيادة دشنا صاحب السمور الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل خدمات قافلة الخير التي ستقدم خدمات اجتماعية للمستفدين من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة وذلك في مواقع مقرات اقامتهم بدلا من تكلفهم عناء التنقل والسفر ورفع سمونا أب أمير منطقة حائل بهذه المناسبة باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة للقيادة الحكيمة في سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجميع حقيقة هي ابتهج والجميع الحمد لله اطمعا بعد تصريح سمو سيدي ولي العهد على صحة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين نسأل الله العلي العظيم أن يمدوه بالصحة والعافية ويضفي على هذا الوطن إن شاء الله الأمن والأمان فيما عبرت عروس الشمال حائل بأميرها وأهاليها عن وقفة الجميع مع رجال الأمن وضد كل من يعتدي على الوطن نقدم تعازي لشهداءنا ونعتقد حقيقة جميع هذا الوطن بأبنائه وأرضه وشعبه هم رجال الأمن ونفتخر فيه في هذا أو هذه الوحدة التي الحمد لله تضفي سمة وعنوان بارز على هذا الوطن بالنسبة للمشروع اليوم هو حقيقة خدمة إضافية تقدمها الوزارة أصبحت تشخص حقيقة موضوع الشهور الاجتماعية ومن أكبر مواضيع الشهور الاجتماعية هو حقيقة التواصل لا سيما أنت تحكي على طبقة ربما تكون معوزة أبدا خدمة حقيقية وترى الأجهزة مربوطة عن طريق الأقمار الصناعية بالنظام الوزارة التنمية والضمان والرعاية وتقديم الخدمة للمستفيد خصوصا الضمان الاجتماعي للمناطق والمحافظات التي لا يوجد فيها وحدات ضمانية وإن شاء الله نسعى إلى بتوجيه سمو الأمير إن شاء الله أن تفتتح وحدات ضمانية خدمة المواطن منطقة حايل زمتها أكثر من 300 كيلو عن مركز المدينة بعضها بالتأكيد لأنه مثل ما تعرف منطقة حايل منطقة شاسع وكبيرة بالنسبة للشنان أعتقد فيها حوالي 8000 مستفيد منطقة محافظة الشنان قافلة خدمية تقدم الخدمة لجميع المستفيدين في كل المحافظات لبرنامج مساء الوطن عبد العزيز العيادة حائل